المرسوم سواء كان قانونيا أم مهربا إذا كانت أزمة المرسوم قد عطلت الودة بين رئيسين هو المرسوم اللغز الذي نفض الغبارة عما اتفق عليه في الطائف ولم يطبق هو المرسوم الذي أعاد النقاش في ضرورة توقيع وزير المال على المراسيم ليس بصفته الوزارية فحسب بل بصفته الطائفية مجرد أن تقول أنه مرسوم معين لازم يوقع وزير من طائف معين يجب أن تخصص كل الوزارات للطواف أكيد مش هذا كان هدف المجتمعين بالطائف أكيد 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 وزير المال الأسبق ليس سابه وأحد الوزراء غير الشيعة الذين تسلموا وزارة المال في آخر حكومة قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو خير مثال على أن الاتفاق غير المعلن في الطائف على ضرورة وجود توقيع من وزير ملك ينتمي إلى الطائف الشيعية لم يطبق يوما فمنذ إقرار اتفاقية الطائف وإجراء أول انتخابات نيابية 12 وزيرا تعاقبوا على وزارة المال أي منهم لم يكن شيعيا بعد الطائف ما إجا وزير شيعي للمالية لم يرح كانوا 90 اليوم إجراء وزير مالية واخد شيعي واخد واخد حالي لكن اتفاقية الطائف لم تطبق أساسا واستعيد عنها بصيغة الترويكا التي شكلت دستورا قائما بحد ذاته حيث كان يجري الاتفاق على المراسيم الحساسة والقضايا الكبرى في الكواليس لتقرى بالاتفاق في الحكومة ترويكا ما العلاقة بالاتفاق الطائف هي بالعكس مناقضة لاتفاق الطائف شكل اغتيال الحريري نهاية للصيغة التي حكمت البلاد طوال عقد من الزمن صيغة حرص الحريري أن يستولي فيها على الحقيبة الدسمة في أول حكومة بعد الطائف فما الثمن الذي دفعه الحريري رحل لك أنا شو كانت التخريجي كانت التخريجي انتخاب رئيس المجلس لأربع سنوات مش لدورة انتخابية واحدة مش لسنة رفيق الحريري أكيد كان بده يحق له هو هلأ ما كان بده يحق له الشيعة ما بعرف بس أكيد كان بده يحتفظ بحقيبة المالية له هذا كلام أنا بعرفه يعني معرفة حق جيدة وتخلى عنها الرئيس بره إذا أصر أنه ياخدها كان الرئيس الحريري وتألفت أول حكومة بعد انتخابات وكان هو رئيس حكومة ووزير مالية وفؤاد السانيورة الله يطول بعمره وزير دولة لشؤون المالية بده يكون كان قبل الرئيس بده يكون كان قبل الرئيس بره أن يتخلى عنها وظل متخلى عنها لمؤخر من إلى الوزير الخالي بالحكومة السابقة بس ألا يعيد من ذلك إلى السؤال نفسه بأنه الرئيس بره لم يكن لديه مانع بالتخلي عن هذه الحكومة المهمة طبيعي ما كان عنده مانع إلا إذا كان كان ياخد شيء مع بله مع بله وهلأ شايف أنه ما بقى موجود بعيدا من البدل الذي دفعه الحرير ثمنا لحقيبة المالية فأن أسئلة عديدة تطرح عن سبب تمسك بره مجددا بوزارة المال كحصة للشيعة فهل تحاول الرئاسة الثالثة استعادة ما اتفق عليه في الطائف بعدما تخلت عنه لمصلحة الترويكا وهل يستدعي ذلك إعادة مدة ولاية المجلس إلى ما كانت عليه في اتفاقيات الطائف أدم شمس الدين قناة الجديد